أكيد عضوية تانية كانت غريبة جدا موضوع الصحف الروسي ممكن تشرح للناس إحكاية الصحف الروسي في مصر والله هو ده أحد الصحفيين هو الرجل بيقول أنه هو واخد تصريح ولكن هو كان داخل منطقة منشيك ناصر أو أجبة الزبالين بشكل متخفي كان بيلتقط مجموعة من الصور العاملين في الزبالة عاملية في جامعة القمامة يعني اشتبهوا فيه أو تشككوا في الأمر خاصة أنه هو بيتكلم لغة غير اللغة اللي هما بيفهموها لا ويعنيم لونة يعني كان لابس يعني زيهم بس يعني 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 ملونة يعني كان باين أنه هو مش مصر يعني ما هو ده البداية هما قالوا أنه هو بيقوم بتصوير أحد السيدات اللي أثناء جامعة القمامة أو أثناء فرج القمامة بالتحديد حصل بعض المناوشات بالاتنين حصل تعدي من جانب العاملين في جامعة القمامة على الصحف الروسي إن وقع كلها قيدة إن هي مشجرة بالتنين راحوا اسم الشرطة اسم نشيك ناصر تم فحص التصريح لكن إحنا بنتكلم إنه في تطرحات من نقيب الزبالين دلوقتي بلون إنه هو ما كانش مع تصريح ده مش قصة إنه نقيب الزبالين إنه كان مع تصريح ولما هوش تصريح ولكن القصة اللي هو محق فيها إنه هو حاول إنه هو يصور بعض الأشخاص دون إنه يكون إذن منهم هو تقدم باعتزار الاستفارة الروسية ويتم التصارح في المحضر ده ويغادر الصحف الروسي والنهاردة كتب على سطحته على الانستجرام إنه هو بيشكر أحد الأشخاص اللي كان موجود معاه وحاول إنه هو يحل الموضوع إنه يفهم لغته للعاملين اللي كانوا موجودين وإنه هو كان جاي يعمل عمل صحف يقدم نقيب الزبالين اعتزار وقال إنه إحنا بندعو هذا الصحف الروسي إنه هو ييجي ضيف علينا ويشوف إنه إحنا بنشتغل إزايا في منطقة ما يجيزنا ترجمة نانسي قنقر